اليوم زيارة سعر الصرف يتعلق بالبنك المركزي أم الموضوع يعني يدار من قبل يعني أول مؤثرات خارجية عفوا لا لا هي ابتداء يعني منذ أن تم رفع سعر الصرف بحكومة السيد الكاظمي وكما يقال أن حكومة السيد الكاظمي قد وقعت اتفاقية إلى 2025 على هذا الارتفاع حد شهر الرابع 2025 لضرورة بعد ما مسكت الحكومة راح سيد الكاظمي الآن لو كان الموضوع مضرورة كان نزلت على الصرف ومشت الأمور كل القوانين أو كل القرارات التي تتخذها الحكومة تجي الحكومة التي بعتها تشوف أكو أولوية لتغيير هذه القرارات هذه القرارات في تغييرها تصطدم بعقوبات بواقع هذا الأقصد هنا يأتي دور الحكومة عليها أن تبين أولا تبين للمواطن أسباب ارتفاع سعر الصرف الآلية الحقيقية المتبعة لتغيير سعر الصرف وإلا ما من الممكن أنه تبقى هذه الأمور سائبة يعني أحنا لحد فترة وصل للـ 58 مو والله وصل للـ 60 وصل للـ 60 وماكو تصريح رسمي يعني كل يدلي بدلوه ماكو تصريح رسمي من البنك المركزي يقول هذا هي القضية بهذه الطريقة ورح يكون حلها بهذه الطريقة نعم